معلومات عن عصافير الزبرة ماذا تأكل عصافير الزبرة؟ كيف نعرف الفرق بين الذكر والأنثى؟ متى تبلغ؟ وما هو موسم الإنتاج والتزاوج؟ وما هو قدرتها على تحمل الأمراض والأوبئة؟ وما المميز في تربية عصافير الزبرة؟ وما عيوب تربيتها؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه في هذا الفيديو فتابعونا ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك دعما للقناة لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله عصافير الزبرة تتميز بجمالها وبحجمها الصغير وبسلوكها الاجتماعي ومما يتميز به عصفور الزبرة أنه يبلغ بسرعة مقارنة بغيره من العصافير والباب غوات فهو يبلغ عند عمر ثلاثة شهور أو أربعة شهور ويفضل تزاوجه في سن ستة شهور إلى سبعة شهور لأن الأنثى الصغيرة عندما تبدأ في التزاوج من عمر ثلاثة شهور فإن هناك مشاكل قد تصاب بها الأنثى فقد يحدث احتباس للبيض أو أن الأنثى لا تقوم بتحضين البيض جيدا وذلك لقلة خبرتها فيفضل التزاوج أن يكون من عمر خمس شهور إلى ست أو سبع شهور ما هو وقت وموسم تزاوج عصافير الزبرة؟ تستطيع عصافير الزبرة أن تضع البيض طول العام فلا مشكلة بالنسبة لها ولكن يجب على المربي أن يوقف التزاوج في فترة الصيف حتى لا يعرض نفسه لموت الأنثى لأن الأنثى التي تعمل وتضع البيض طول العام تصاب بالإجهار وتصاب بالضعف الشديد هذا إذا وفر المربي مكانا مناسبا في وقت الصيف ووقت الشتاء أما إذا كان الجو شديد الحر فإن الأنثى قد تموت وهي راقدة على البيض بسبب ارتفاع درجة الحرارة فيفضل أن تريح العصفور في فترة الصيف حتى يكون العصفور قويا ويعطيك إنتاجا قويا وجيدا كم تضع أنثى الزبرة من البيض؟ تضع الأنثى من ثلاثة إلى ثمان بيضات والمتوسط خمس بيضات في العش الواحد ويختلف عدد البيض نظرا للتغذية السليمة وصحة الأنثى وسن الأنثى وتضع الأنثى في السنة من ست أو سبع مرات أو سبع عشوش طول العام هذا في المتوسط قد يقل ذلك وقد يزيد نظرا لصحة الأنثى والمكان المناسب الذي تم وضع العصفير فيه وترقد الأنثى على البيض من 11 يوما إلى 15 يومها وتختلف المدة نظرا لاختلاف وقت درجات الحرارة في الصيف أو في الشتاء ويتم فطان الصغار من 38 يوما إلى 41 يوما على حسب التأكيل الجيد للأبوين يمكن أن يكون قبل ذلك ويمكن أن يكون بعد ذلك أما عن العش المناسب لعصفور الزبرة فممكن أن يكون من الفخار ويفضل أن يكون من الفخار أو أن يكون عشا بلاستيكيا أو من الخشب وكما قلت الأفضل أن يكون من الفخار وتستخدم مواد لبناء العش من أعواد الكارينة ومن الممكن الحصول على الكارينة من محلات العصفير أما عن القفص المناسب لعصفير الزبرة فكما قلنا إن عصفير الزبرة كما هو واضح عصفير قصيرة أو صغيرة فهي لا تحتاج إلى قفص كبير فالجوز الواحد يحتاج إلى قفص قصير مثل قفص عصفير الباتجي الأسترالي ومن الممكن وضع عشرة أجواز في قفص مثل قفص الكوكتيل أو قفص كقفص الدرة الهندية ولكن ماذا تأكل عصفير الزبرة تأكل الحبوب كالبلكم والفلارس وحبوب الدنيبة وتأكل الخضروات كالخص والجزر والخيار والأكل اللين كالقمح اللين أو الحلبة المستنبتة فهو يأكل مثل عصفور الأسترالي أو عصفير الباتجي كيف نعرف الفرق بين الذكر والأنثى في عصفير الزبرة هذه الطيور من أسهل الطيور في معرفة الفرق بين الذكر والأنثى إذ يسهل على كل إنسان بمجرد رؤية العين أن يستطيع أن يعرف الفرق بين الذكر والأنثى بكل سهولة والفرق بين الذكر والأنثى لا يظهر إلا بعد البلوغ أي بعد ثلاثة شهور وأول علامة تميز بين الذكر والأنثى أن الذكر له خدود حمراء على كل الجانبين أما الأنثى فلا يوجد لها خدود حمراء ويكون لون الذكر أزهى من الأنثى كما هو واضح في الفيديو أما العلامة الثانية المميزة للذكر عن الأنثى فيتميز الذكر في جميع الأنواع سواء كانت الزبرى بيضاء بالكلية فإن الذكر يتميز بمنقاره الأحمر شديد الأحمرار أما الأنثى فتتميز بمنقارها الباهت أو البرتقالي فلون منقار الذكر يكون في جميع الأنواع أحمر شديد الأحمرار العلامة الثالثة يوجد بقعة سوداء أسفل جناح الذكر كما هو واضح في الصورة أما الأنثى فلا توجد لها أما عن أسعار عصافير الزبرى فمما يميز هذه العصافير أنها عصافير رخيصة الثمن رخيصة جدا فتستطيع أن تمتلك جوزا من العصافير الشغال بتسعين أو ثمانين جنيه أو بثلاثة أو أربعة دولارات تستطيع أن تمتلك جوزا من عصافير الزبرى فالجوز الشغال يتراوح سعره من سبعين إلى مئة جنيه أما الزغاليل من أربعين إلى ستين جنيه بحسب النوع وبحسب الأسعار في الأسواق ويختلف السعر من سنة إلى سنة ومن بلدة إلى بلدة أخرى مناعة عصافير الزبرى عصافير الزبرى منعتها متوسطة فهي مثل عصفور الباجي فهي لا تتحمل الحر الشديد ولا تتحمل البرد الشديد ويجب على المربي أن يضعها في مكان مناسب معتدل وأن يحافظ عليها في وقت ارتفاع درجات الحرارة بأن تضع طبق الاستحمام وبأن لا تعرضها لأشعة الشمس أو تضعها في مكان شديد الحرارة وكذلك في فترة الشتاء بأن تغلف القفص جيداً وبأن تحافظ عليها من التيارات الهوائية فإن من أعظم ما يقتل هذا العصفور تعرضه للتيارات الهوائية أو إصابته بالإجهاد الحراري الذي قد يؤدي إلى موته ويتزاوج ذكر عصافير الزبرة مع أكثر من أنثى فقد يصل إلى عشرة إناث ولكن يفضل أن يكون كل ذكر مع أنثى واحدة حتى يستطيع ذلك الذكر أن يهتم بالفروخ وأن يقوم على تأكيلهم تأكيلاً جيداً عصافير الزبرة هواية وليست تجارة مربحة فعصافير الزبرة رخيصة الثمن فإذا كنت قد نويت أخي الكريم أن تقوم بعمل مشروع من عصافير الزبرة فإني أنصحك أن لا تقوم بذلك لأن عصافير الزبرة رخيصة الثمن مع ارتفاع الأسعار ارتفاع أسعار الحبوب كالبلكم والفلارس والدنيبة فإنك لن تستطيع أن تعوض ثمن الحبوب المرتفع لذا فإن عصافير الزبرة من عصافير الهواية كذلك عصفور الزبرة ليس عصفوراً مروجاً له في الأسواق فعملية بيعه وشرائه تكون صعبة فتسويقه غالباً ما يكون صعباً ويختلف هذا الأمر بحسب الوقت وبحسب الظروف فقد يأتي في وقت ويكون مطلوباً أكثر الأمر يختلف وفي نهاية هذا الفيديو نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بجميع هذه المعلومات التي جمعناها لكم ولا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله